التدريب بقى على الأغاني بتاعت زمان دي بتبقى صعب لأنه أغاني زمانة الحقيقة أغاني دا الوقتي خالص طبعا تحتاج قدرات ومش بس بقى الموهبة ولا حنوة الصوت عايزة قدر الصوت عايزة صوت قوي والوقفات بتاعتها ودي موسيقى بجد من بتاعت زمان تعمل معهم ايه والله وزي ما قلت حضرتك هو زين زين ماخر الموضوع جد زين جايلي وقف كي جيتو وعدو كمسان زين تقريبا سبعة سنين ونصف ثمان سنين بكتين شو يبقى عقلك يا زين جايلك وقف كي جيتو يعني مثلا ايه اربع خمس سنين مثلا بالزبط وتخيل طلع معاه فين كان عندنا حفلة تبع الأوبرا في أوبرا سكندريا اوكي مش عايز اقول لك المسرح هناك مخيف طبعا وهو طالع قد كده خلاص وبيغني والناس كلها تحت منبهرة فزين ما شاء الله عنده الكارزمة وعنده الحضور ومن الحاجات الجميلة ان تلاقي طفل زي ده بيغني قديم طبعا ففيه عارف انت الموهبة والأحلى بقى من ده الأهل كنت لستقولك ده معناه انه أهله سميعة بصد وبيسمعه كده ومعودينه على كده ولقطه خلينا نقف عند حاجتين أول حاجة احنا مفروض علميا طبعا للأبحاث الحديثة لازم أي طفل يدرس موسيقى على الأهل سنتين أو ثلاثة في حياته والله أبدع وبقى بيتهوفن زي الفلح ما أبدعش هو مستفيد طبعا أهله مستفدين احنا كمجتمع مستفدين منه ده مفيش فيه لأنه وجدانه وخياله ونفسيته وطريق التفكير طبعا وتناسقات بين ايديه ورجليه وبين ويدانه حاب يتعود على الجمال بالضبط الحاجة التانية بقى فيه الأهل اللي هما بقى عندهم عين كشافة بقى يبص كده الولد ده ما مهوف في رياضة كذا وديه الولد ده هو زين طلع حفلة حفلتين ما شاء الله فقال وعطلت اتصال من مامته ما عافش جابه التليفون منين ما تكتشف الولد دوت وبص كده إذا أبعته لي شفته وخلاص عدنا شهر أو أقل تقريبا طلعه أنت معي في الحفلة تطلع تغنى مش عادة غنى مثلا أقولت ايه مهما خدتني المدن لا 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 عباد عبد الحليم باغنية صعبة واغنية فيها مجهود جامد على الأركسترا نفسه كعصف وعليه هو كطفل وماشاء الله يعني التعليقات اللي جات عليه الفيديو بتاعه مثلا ده دخل على مليون فيوز طبعا عندي سؤال هو أن لو طلبت مهما خدتني المدن أنتوا جاهزين بيها ولا مش هينفع اللي لا دي ممكن نعملها بجد؟ هي معنش عروفة بس ممكن نعملها دي حب لأن انا من الناس اللي بتحب عماد عبد الحليم جدا 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 يعني الله يرحمه فإذا نفع أنا تمام ما نفعش يبقى المرة الجاية الجاية كتير زي ما تشوف عشان بس ببقاش وبقى تعيبك وبقى تعبك فقلت لي بقى الفيديو بتاعه مهما خدتني المدن جب مع زين مليون مليون فيوز برافو عليك ده زين ليه؟ لأنه هو ثقته في نفسه واقف على المسرح بقول لك الناس لو تعرف كيش دوه يعني حتى كان صادفة هنا وقف كمان على البرتوكاب اللي هو بتاع مايسترو فهو قف جنبي مش تباين بس لقض العيد سابت مركز مايك وبعدين ايه؟ أول واحد حاضر قاعد على البتاعه في الكواليس مستانوا دوره ملتزم أنا هطلع امتى؟ خلص فعلا أنا هطلع امتى؟ قعد جيه وقت شغل لح داخل أي حاجة بتاعته وبعدين زين ما شاء الله زين وحاضر هنحيي الناس هنا خلص لان فيه بروتوكول للناس هو ملتزم ومنظم عارف هيعمل ايه وبيسأل على حاجته يحب يرتب اموره وحتة البرتوكول المسرح ده انت لما بتحترم الجمهور جمهور ما بيقولكش حاجة أموره يسقف سقف دي معناها برافو انت بتقوله شكرا شكرا دي اللي هيدي يا أولا اه انت الحوار ده بيحصل اوتوماتيك لأن الناس بتبقى عارفة بس لازم انت بتعلمه للولاد امتى هتخش الناس بتقولك برافو بتقولهم شكرا تحيي في امتى الناس قفت لازم حتى لو انت معلش حاجة لازم تحييهم طبعا بتخش تخلص العمل بتاعك الناس قفت برافو بتقولهم شكرا بتمشي البرتوكول ده حتى الولاد حاسس بنفسه انه هو عمل حاجة مهمة احنا انا هنا مش ما يهمنيش مية في المية تعليم موسيقى انا جايب في التربية انت لازم تجيلي انا ببص انت كطفل استفدت ايه من عندي انت مش هيبقالك ما تكبر ممكن نخش يطلع مهندس يطلع طبيب يطلع محاسب مش لازم تكمل في الموسيقى استفدت ايه اللي انت تعلمته بعد بالزبط ثقتك في نفسك دي طريقة تفكيرك طريقة اي بريزنتيشن انت موجود فيه انا طالع هاعرض حاجة قدام الفاصل بتاعي قدام الشغل بتاعي هعمله ازاي مع انتهية خد بالك الطفل اللي متعلم وتعود هو صغير يواجه من تحت طبعاً مالك بده اللي انا شفته في الطفل بتاعي ده بس دي بقى هي كهاتسامات شخصية انه طفل ست سنين ولو سمحت دي ويفكر ويرد علي الكلام ده فلفت نظري بقى ان الاطفال دي انا حتى زميلة ضحكوا علي انت انا لدينا بريش في سنة اولى فسوقتنهم لأ هو تحت بس هي ممكن ده السبب في ان انا اتجاهت للاطفال فلا اصلاً زي ما كنت بقولك في الاول خلص احنا عاديين يعني انا 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 عارف كويس نظام التعليم في امريكا عارف كويس جداً يعني لا اسباب عديدة هي منها انه اللي بيخشوا اللي بيدرسوا للاولاد في سن الابتدائي ده دول اقوى مدرسين بيبقوا موجودين في المقاطعة او الولاية الاخيره طبعاً لانه لو دول نشأوا صح التأسيس مظبوط كده كل حاجة بقت مظبوطة احنا عارفين التكوين الشخصية من ستة الاثناشر طبعاً دي لو انت زبطتها الطفل ده خلاص وبتبقى خبراً عارفت مواهبته وعارفت اتجاهاته وعارفت توجهه ما اخبر بالك انا لما بجي لي مثلا طفل اهله عايزينه يعزف ايه لا احنا فيه بروتوكول فيه عندنا في الكلية اي كلية محترمة بيدرس موسيقى بيدرس بيانو بعد كأي اهلة تانية لما دخلنا الولاد اللي عندي انا الحمدلله فيه حاجة جميلة حصلت يعني برضه ينسب الفضل لأهله سنة عشرين واحد وعشرين كانت بورسعيد عاصمة الثقافة فكانت وقتها معالي الوزيرة ربنا اديها الصحة دكتور ايناس كانت مرودة طبعاً جميلة فست بقى دي فاضلة رايحة جاية عطول على بورسعيد ليه افنتات هنا مش عارف ايه ولازم تحضر فطبعاً دي حضورها ده بيدعم اكيد انا موجود في مكتبات مصر العامة هناك بدربوا هناك مستشار الابداع في المكتبة ونعمل بندير حاجات ثقافية في الموسيقى فجاية تزور المكتبة ينفع تزور المكتبة جاية من العزف قدامها استحال بالضبط طبعاً عارف الوزيرة هديكي تقعد فتقعد مثلاً ايه خمس دقايق لا انت كمان بتتكلم مع وزيرة دكتورة في الموسيقى بالضبط فانت جت لها في الحتة اللي بتحبها لا وبعدين انا انا كمان اولادي بيلعبوا موسيقى حلو بنت بتلعب فلوت نفس التخصص وابني بيلعب درامزه لا لا دم اكبر بنت بس هنا بس مش موجود عشان سنوية عامة هو ابني اكبر شوية الحمد لله فقلت احمد ايه خليك انت تلعب بيانو وبنت تلعب فلوت عشان بس هتعدى عليهم عشان بس ايه لو ما عبرتهمش سوري يعني عدت بسرعة ايه ما خدتش بالها يعني او بص ده بقى جات في ولادي ما حدش قول لي مثلا ايه انت جبت ولادي حطتهم كده ايه تمشي ممشيتش فترة واقفة تعالوا انت في معهد ايه انا بابا اللي بيعلمني مش في معهد انا في اعدادي تعال انت في ايه انا في سنوي انا خلاص ده دريسة بره داخلتنا جوه على الاوركسترا فداخلت او ما داخلت عملنا السلام الوطني او ما عملناه عادت تدور علي في البتاع اللي انا عملت ودخلت شايفين تمام شكرا دخلنا عزفنا فقرة ما مشيتش اتنين تلاتة ست بدأت اربعة هي عندها حفلة في مسرح كبير سبتهم ست فقرات انا مش قادر انسا لدرجة قلت لها انا اتحركت الناس تقول لي بتاعوا مش عرف شاكرتها وصلت تطلع تصور معنا ست بكل زوء طلعت تصورت معنا هي ومعلي المحافظة عندنا خلاص تسيبنا وتنسل على الاقاط بقى الصحفيين تروح ايه ليتها حافظة اسمي تتكلم ودول حاجة جميلة جدا مش عرف ايه ولازم نبدأ معهم وهنبدأ من دارة الابرة المصرية مصرز انت بتكلمي عن حد انا مش مستغرب لانه انا ودكتور اياس انا يعني اللي ببقى متشرف جدا لما بقول كده ده بجد احنا اصدقاء جدا فانا عارفها وعارف هي فعلا الدقيب بتقدر الفنون والثقافة بشكل عام ده بالتأكيد لكن كمان تقدر الموهبة عندها تأدير مذهل للموهبة وعينها لا تخطئ وطبعا والنهلة تخطئ لا ده اللي حصل بقى المفاجأة طبعا احنا بعدها احنا بقى كان بدأنا نطلع في الابرة طلعنا في مهرجان القلعة اه وقبله كان مهرجان الموسيقى العربية ايه وروحنا هناك طبعا الابرة شافونا اوكي يجي دكتور مجد صابر كان وقتها هو رئيس الابرة طبعا اه يسبنا رحنا دهلي نفس التجربة دي بقى اه نعملها باطفال الابرة من عندك ايه من عندك في الابرة على مستوى بقى هنا اسكندرية وده منهور وده منهور والالات الندرة اللي هي مش موجودة نجيبها من بره وعملت اول اركستر اطفال تبع تنمية المواهب فدر الابرة مصرية ممكن ان الوقت ده عاد ميلاده التاني نهيل طيب اشتركوا في القناة